أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الشأن جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة فورتسكيو العالمية حيث أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إتاحته من حوافز وتيسرات من شأنها أن تسهم في التوصع في إقامة المزيد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم لهذا القطاع كما أكد مدبولي أنه يتابع تنفيذ المشروعات التي تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات الكبرى خاصة في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لأفتا إلى تطلعه لاستمرار المشاورات مع شركة فورتسكيو لوضع تصور متكامل لتنفيذ مشروع الشركة بمصر عبر توفير مختلف المتطلبات التي تمكن من ذلك لسيما الموقع الخاص بتنفيذ المشروع ترجمة نانسي قنقر